موسيقى واليوم نريد أن نتحدث ونقول بأننا نور في المسيح فقد حاول الإنسان منذ قديم الأزل أن يفسر الضوء يفسر النور يفسر سرعته ومصادره فنجد أن إقليدوس اخترح نظرية الإشعاع في الإبصار والتي تقول أن الضوء ينبعث من العين على الجسم الذي نريد أن نرى بدلا من دخول هذا الضوء وهذا النور إلى العين من مصدر آخر وكانت الاستنتاجات وقتها باستخدام هذه النظرية بأن الضوء سرعة وهي غير محددة لأن الأجرام البعيدة هذه النجوم البعيدة تظهر فورا بمجرد أن نفتح أعيننا صحيح؟ وظلت تلك الأفكار متداولة حتى جاء عالم عربي اسمه ابن الهيثم وشرح فهم للضوء في كتابه المناظر والذي أوضح أن الأجسام هي من تبعث أو تعكس الضوء إلى العين العين هي من تتلقى هذا الضوء لكيما ترى الأجسام والسرعة وسرعة الضوء حقيقة تتغير طبقا للوسط التي تمر فيه فهي تنقص في الأجسام الأكثر كثافة وهي أوضح في الأجسام التي تقل كثافة وقد أوضح أن الضوء هو مادة محسوسة يتطلب انتشارها وقتا حتى لو كان مخفيا عن حواسنا وكانت أيضا نظرية نيوتن الذي حاول تفسير الضوء على أساس ميكانيكي بحت فقد افترض نيوتن أن الضوء عبارة عن جسيمات بالغة الثقة تسير في خطوط مستقيمة ما لم يعترضها جسم ما لكن سرعان ما اكتشفت أو اكتشفت ظواهر جديدة تناقض هذه الفكرة وهذا دفع عالم آخر إلى إيجاد تفسير آخر وهو أن الضوء عبارة عن أمواج تنتشر في الفضاء بحيث يصبح كل نقطة أو تصبح كل نقطة من صدر الموجة هي منبع لموجة أخرى وهكذا تستمر ويعرف الضوء حبائي بأنه عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي له طول موجي وتعرف هذه الموجات من خلال عدة تعريفات فيزيائية كارتفاع الموجة وطول الموجة ونحن نعلم بأن اللون الأبيض هو مزيج من كل ألوان الطيف بينما اللون الأسود هو غياب كامل للضوء ويمكن العين البشرية أن تستطيع رؤية الأجسام غير الشفافة من خلال إنعكاس الضوء عليها ويقال بأنه عند عبور الضوء خلال مواد شفافة مثل الزجاج أو الهواء تسرع أو يسرع انتقال الضوء من خلالها وتختلف سرعة الضوء خلال مروره في المواد حسب طبيعة وشفافية هذه المواد وتصبح أقل من تلك في المواد التي تكون فارغة سريع يكون انتشار الضوء فيها فهل حقيقة ناحب بايه هل يستطيع العالم اليوم أن يرى نور هل نحن أجسام شفافة يستطيع العالم من خلالها أن يرى النور الذي يعكس في حياتنا أم نحن أجسام كثيفة لا يستطيع النور أن يسطر أو يدخل داخلها وينعكس إلى الآخرين وأعتقد أن الجميع قد سمع عن شعلة الأولمبية هل تعرفون شعلة الأولمبية من أين جاء فكرتها؟ يقال أن شعلة الأولمبية هي من المراسيم الرئيسية في الألعاب الأولمبية وهذه شعلة ترمز إلى انتقال مبادئ وقيم فكرة الأولمبيات من اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث وبدأ إدراج فكرة الشعلة الأولمبية كأحد الفقرات الرئيسية في مراسيم الافتتاح في أولمبيات برلين عام 1936 حيث يتم حمل الشعلة من أولمبيا في اليونان ويستغرق حملها ونقلها إلى المدينة المضيفة أسابيع أو أشهر ويتناوب على نقلها عادة شخصيات ورياضيون مشهورون وبعد أن يقوم الرياضي الأخير بإشعال الشعلة الرئيسية في ملعب الافتتاح يقوم رئيس أو زعيم أو ملك تلك الدولة أو تلك المملكة المضيفة ببدء الألعاب الأولمبية بصورة رسمية وأستطيع أن أقول لكم أحباي بأن الله قد أعطانا شعلة هي أقدم بكثير من الألعاب الأولمبية وقد نقل هذه الشعلة كثير من الأشخاص المشهورين في هذا العالم لا بل أشهر من جاء على هذا العالم وهذه الشعلة أحباي هي الكتاب المقدس كتاب الله هذه الشعلة التي تنير حياتنا تنير طريقنا في هذا العالم هذه الشعلة التي تعطينا الكثير في هذا العالم هذه الشعلة التي حملها أنبياء وملوك وكثيرين لكي ماصلنا هذا الإشعاع لكي ما يصلنا هذا النور الذي نحتاجه في حياتنا اليومية فالنور هو أمر مهم في الحياة وقد خلقنا الله في هذا العالم حتى ما نكون أنوار أنوار تنقل مبادئ وقيم إلهية لعالم يعيش بالظلمة قلنا بأن الشعلة الأولمبية تنقل مبادئ وقيم اللعبة من اليونانيين إلى العالم الحديث والله يريد مننا نحن كخليقة لكي ما ننير في هذا العالم وننقل إلى هذا العالم مبادئ وقيم إلهية يحتاجها العالم اليوم هل حقيقة حياتك يا نور يشع لمجد الله هل حياتك حقيقة هي نور ينقل مبادئ إلهية ينقل مبادئ وقيم يحتاجها العالم اليوم هل حياتك وحياتك وحياتي مشبعة بهذه القيم الإلهية التي يحتاجها العالم اليوم لا بل نحتاجها نحن أنفسنا في هذا العالم ويقول كتاب المقدس لأن هكذا أوسان الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقاصي الأرض الله قد أقام كل واحد فيك أحبائي لكي ما يكون خلاص لكي ما يكون نور يشع مبادئ وقيم إلهية لهذا العالم الذي يعيش في ظلام الله يريد منك لأن تكون نور لماذا؟ الله أراد منك أن تكون نور للأمم لكي ما تشارك الخلاص الذي أعطاك يا الله في حياتك مع أمم مع أناس مع ممالك مع حضرات حتى إلى أن تصل إلى أقاصي الأرض فالحقيقة بأن حياتك هي نور يعكس مبادئ إلهية يعكس المبادئ الإلهية القيمة التي يحتاجها العالم اليوم ويقول أيضا الكتاب المقدس بأن أجمل هذه المبادئ نحن نسميه بثمر الروح ألعنى حقيقة ننقل إلى العالم ثمر الروح الذي هو محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف العالم اليوم بحاجة إلى هذه المبادئ والقيم الإلهية العالم اليوم يعيش في الطراب يعيش في ظلمة يحتاج هذا العالم الذي نعيش في اليوم لكي ما نعكس هذه المبادئ وهذه الصفات في حياتنا اليومية الله يطلب منك ويطلب منك ويطلب مني لأن نعكس هذه المبادئ مبادئ المحبة مبادئ الفرح مبادئ السلام مبادئ طول الأنا مبادئ اللطف مبادئ الصلاح قيم الإيمان قيم الوداعة قيم التعفف إلى عالم يحتاج إلى هذه القيم وهذه المبادئ والسؤال هل حقيقة يرى العالم هذه المبادئ في حياتك هل يرى العالم هذه المبادئ في حياتي أنا صلاتي لأن تكون هذه المبادئ وهذه القيم حاضرة وموجودة في حياة كل واحد فينا صلاتي لأن ينير نوركم في هذا العالم ويعكس مبادئ جميلة إلى عالم حقيقة يحضر يعيش في ظلم لم يرى مثله العالم من قبل أيضا النور مصدر واضح والحقيقة بأننا لسنا مصدر الضوء ولكننا نعكس النور من هو مصدر النور حقيقة؟ في المشروع وفي المنشور الضوء يدخل الضوء أبيض ولكن ينعكس إلى أطيف الضوء كاملة يدخل الضوء في مصدر واحد ولكن هذا الضوء داخل هذا الجسم يتشعب ويعطي أشياء كثيرة الضوء لا يأتي من المنشور ولكنه يأتي من مصدر الضوء والحقيقة الكتاب المقدس يقول ويقول الرب يسوع هذه الكلمات في يوحانا لصح الثامن والعدد الثاني عشر ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة نحن لسنا مصدر الضوء ولسنا مصدر النور في حياتنا نحن لسنا مصدر المبادئ والقيم الإلهية في حياتنا نحن نعكس هذا النور ونعكس هذه المبادئ لأن مصدر هذه المبادئ هو الرب يسوع لا شيء صالح فينا أحباه يقول كتاب الجميع زاغوا وأعوزهم مجد الله كلنا زغنا كلنا خطة ويعوزنا مجد الله كل ما موجود وصالح في حياتنا ليس منا ولكن هو انعكاس لمحبة ونور الله في حياتنا هو انعكاس لصفات الله في حياتنا فالحقيقة تريد انت ان تكون مصدر الضوء ودعني اقول لك ان كنت انت مصدر الضوء فانت في ظلام ليس بعده ولا قبله ظلام ولكن ان كان السيد المسيح هو مصدر الضوء في حياتك فهناك نور سيشع الى العالم اجمع ايضا يقول كتاب لان الله الذي قال ان يشرق نور في الظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح الى الان يقول الله بين مصدر الضوء ليس منا مصدر الضوء هو الذي يعكس من وجه المسيح على حياة كل واحد فينا مصدر الضوء هو السيد المسيح وعمل الذي عمل في حياة كل واحد فينا مصدر الضوء ومصدر اي شيء داخل في حياتنا هو السيد المسيح ليس هناك عمل صالح الا مصدر الرب يسوع وليس هناك في حياتنا أي شيء صالح مصدر نحن بل مصدر الرب يسوع ليتنا نمجد الله في كل ما نقول وكل ما نفعل ليتنا نمجده في كل موهبة هو يمنحنا إياها ليتنا نمجده في كل ما نقوم فيه يوميا من كلام وتصرف وأفكار ليتنا نمجده في كل صلاة في كل كلمة نقولها في حياتنا وليت نور يعكس من خلالنا على أناس كثيرين في هذا العالم أيضا النور يبدد الظلام وينير الأجسام سواء كانت جيدة أم سيئة لا نحتاج لأن نقول لأي واحد بأن هذا هو الضوء حتى ابني الصغير يعلم بأن هذا ضوء لأن عندما يأتي الضوء يشرق وينير الأجسام إن كانت هذه الأجسام صالحة أم سيئة ينيرها يرينا إياها ولكن إن كنا في العتمة في الظلام لا نستطيع أن نفرق بين الجيد والسيئ أليس كذلك؟ الله يقول الله أعطانا السيد المسيح في هذه الحياة الله أعطانا بصيرة روحية في هذه الحياة لكي ما ينميز بين السيئ وبين الجيد والله يريد مننا لأن نكون أنوار في هذا العالم نساعد كثيرين لكي ما يعرف ما هو سيئ وما هو جيد فهل حقيقة حياتك تعكس هذا النور للناس لكي يعرف ما هو صالح وما هو طالح هل حياتك حقيقة تشير للناس ما هو جيد وما هو سيئ أم أن حياتنا تقود الناس إلى عمل السيئ أم أنها تقودهم لكي ما يعملوا الجيد والصالح في حياتهم ويقول كتاب المقدس عن السيد المسيح أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة رب يسوع يقول كل من يمكث في السيد المسيح مستحيل أن يكون في حياة ظلمة فإن كان هناك ظلمة في حياتك فاعرف بأن هناك مشكلة كبيرة في حياتك عليك أن تعالجها إذا كنت تعيش في ظلمة فهناك مشكلة عليك أن تعالجها في حياتك لأنك بعيد عن مصدر النور في حياتك لأنك إن كنت في المسيح لن يكون في حياتك ظلمة بل أنك تعيش في النور ولا تخاف من أي عمل تقوم به ولكن إن كنت تعيش في الظلمة فسيكون هناك خوف ورعب في حياتك من أن يعرف الناس أشياء تعملها في الظلام لا تريد من العالم أن يعرفوه ولكن إن كنت تعيش في النور فلن تخاف من أي شيء في حياتك إن كنت تعيش في النور ستعيش علانية دون خوف من أي شيء لأنك ابن للنور ولست ابن أو ابنة للظلام أيضا الهدف الأساسي للنور هو أن ينير للآخرين هل نحن حقيقة أنوار في هذا العالم ننير للآخرين يسوع يقول أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت السيد المسيح يقول هدف النور ليس أن يختبئ سعيش هدف النور هو أن ينير للناس وما أعتقد أنه أي واحد مننا بيحض الضوء عنده في البيت تحت السرير بيخبيه بنحطه عاليا حتى نرى الأجسام صحيح أما إذا كنا بنعمل أشياء لا نريد أحد أن يراها فنضعه تحت السرير لأننا لا نريد بعض الناس أن يروا ماذا نفعل ولكن الله يقول بأنكم أنتم نور العالم والهدف الأساسي لحياتك وحياتك وحياتي هو أن ننير الطريق لأناس كثيرين هدف حياتك وهدف حياتك وهدف حياتي أن نكون نور لهذا العالم وأن نضيء إلى كل العالم هدف حياتنا الأساسي هو أن نكون نور للآخرين لكيما يأتوا ويتبعوا النور الذي نحن نتبع في حياتنا فهل حقيقة أنت تعكس نور المسيح في حياتك هل أنت نور حقيقي لهذا العالم أم أنك ما زلت تعيش في الظلماء أيضا النور يمدنا بالحرارة والحرارة تمنحنا الدفء وأعتقد أنه في أضواء كثيرة هنا أنا أشعر بالحرارة تعطينا نور ولكن في نفس الوقت تعطينا دفء فهل حقيقة حياتك وحياتي تعطي دفء للعالم الذي نعيش فيه هل حقيقة حياتك وحياتي تعبير عن محبة الله لهذا العالم انظروا ماذا يقول كتاب المقدس في آفاسوس لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة الله يريد منا أن نتأسس ونتأصل في المحبة لأن هدف النور أن يعطي دفء للآخرين إذا ما تأصلنا وتأسسنا في المحبة التي هي الله إذا ما تأسسنا وتأصلنا في الله وكان الله يعيش في دواخلنا فنحن سنكون نور لهذا العالم ونمنح الدفء ونمنح الفرح ونمنح السلام ونمنح المحبة لهذا العالم فالحقيقة حياتك وحياتي تعطي للناس الذين نعيش معهم الدفء نشعرهم بمحبتنا بدفء المسيح بمحبة المسيح برعاية المسيح لكل واحد فيهم أيضا النور رمز للتعليم والإرشاد والقيادة الكتاب المقدس يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي هل حقيقة الكتاب المقدس هو نور يرشدك في حياتك نور ينير الطريق أمامك هل الكتاب المقدس هو النور الذي تريد أن تسير بصحبته في كل أيام حياتك هل حقيقة بينك أنت تقرأ كتابك المقدس وتعكس ما في هذا الكتاب المقدس في كل أيام حياتك هل حقيقة تسمح لله أن يعلمك وقد وعدنا الله وقال أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك الله يعدنا بأنه سينير طريقنا وبأنه يعلمنا ويرشدنا وينصحنا لا بل أن عينيه ترافقنا دائما في كل خطوة نحن نأخذها فهل حقيقة تريد أن تتبع خطوات المعلم هل حقيقة تريد أن تعيش حسب ترتيب الله لحياتك هل حقيقة تريد أن يكون كلمة الله الكتاب المقدس سراج لرجلك ونور لطريقك نور لسبيلك في هذا العالم المظلم هل حقيقة أنت تنير الطريق لأناس كثيرين عندما تشارك معهم كلمة الله هذه الكلمة الصادقة هذه الكلمة المليئة بالوعود هل حقيقة تريد أن تشارك هذا النور وهذا الإرشاد وهذا التعليم وهذا النصح مع كثيرين في هذا العالم أيضا يقول كتاب المقدس أنا نور أضيء لمجد الله هل حقيقة أنت تضيء في هذا العالم لمجدك كما أن هناك كثيرين في هذا العالم يريدون أن يضيءوا لأنفسهم أم أنك حقيقة تضيء في هذه الحياة لمجد الله في حياتك هل أنت تعيش لذاتك لشهواتك أم أنك تعيش لله في هذه الحياة الكتاب المقدس يقول فليضع نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السموات عندما يرى الناس أعمالنا الحسنة لا نريدهم أن يمجدوا ذواتنا لا نريد أن نمجد ذواتنا لا نريد أن نمجد أنفسنا ولكن نريد أن نمجد الله في كل عمل صالح نقوم فيه في هذه الحياة فهل حقيقة نورك يضيء في هذا العالم لمجد الله هل أنت نور في هذا العالم يضيء لمجد الله في كل ما تقول في كل ما تفعل في كل ما تفكر أحبائي علينا أن نكون في المسيح نور لهذا العالم نور يضيء في الظلمة لأننا نعيش في عالم مظلم والله يطلب منك ويطلب منك ويطلب مني لأن نكون نور لهذا العالم أن نعكس سورة الله ومجد الله ومحبة الله ودفء الله لهذا العالم المضطرب فليت صلاتك وصلاتك وصلاتي أن نكون أنوار تشع لمجد الله في هذا العالم ليت مجد المسيح يشرق في عيوننا يشرق على وجوهنا يشرق في حياتنا حتى ما نعطيه دائما كل المجد وليت الله يبارككم ويحفظكم وتنير دائما للمسيح في هذا العالم آمين ترجمة نانسي قنقر